ازايكم يا جماعة عاملين ايه؟ النهاردة معانا مشكلة جديدة من مشاكل ويندوز 10 وهي مشكلة اختفاء البلوتوز لما تيجي تبعت او تستقبل حاجة بالبلوتوز تفتح وتشوف البلوتوز تلاقيه مخفي مايبقاش الايكونة دي ظهرة او الشكل ده ظهر بتاع البلوتوز وينما تيجي تفتح الاعدادات وتجيب البلوتوز من هنا ما تلاقيش البلوتوز اساسا ما تلاقيش اللي هي الخانة دي ان انت تشغله او تقفله فهنحل المشكلة دي ازاي؟ بنيجي هنا تحت في البحث وبندوس نكتب سيرفيس اهي سيرفيس بندوس عليها نستنى كده لما تفتح هتفتح هتنزلوا تحت كده في حاجة اسمها بلوتوز سابورت سيرفيز دي بندوس عليها كده مرتين هتفتح معانا اول واحدة بنختارها اوتوماتيك هي بتبقى مانيول بنختار اوتوماتيك وبنيجي بعد كده على لوج اون وبنختار ده ناخد ده كده كوبي هحطه لكم في الوصف تحت الفيديو ناخده كده كوبي ونيجي نحطه هنا كده نحطه كده هنا فوق بيست ونيجي هنا كده نمسح ده ونمسح ده وندوس ابلاي وبعد كده اوكي وهتلاقي البلوتوز عندك اشتغل ولو ما لقيت وما اشتغلش او ما ظهرتش علامة البلوتوز اللي هي دي اعمل رستورت الجهاز بتاعك وهتلاقي الدنيا بقى التمام هشكركم ان انت على مشاهدة الفيديو واتمنى ان هو يكون عجبكم واستفدتوا منه لاي فيديوهات جديدة اتمنى تعملوا اشتراك في القناة وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم ولو حبيتوا عندكم اي مشاكل تاني في الويندوز بتاعكم او في الجهاز بتاعكم اعملوا تعليق تحت الفيديو وان شاء الله هعمل لكم فيديوهات بالمشاكل اللي انت عايزين نحلها وانحلها ان شاء الله واشوفكم على خير في الفيديو الجاي سلام